بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في خدمة دروس الموضوع درسنا له هذا اليوم هو حل نظام لمعادلتين خطيتين بالحدث باستعمال الضر في جزه الثاني للصف الثالث متوسط سنتعلم اليوم حل أمثلة من واقع الحياة باستخدام حل نظام معادلتين خطيتين بالحدث باستعمال الضر مثال يقطع زورك أربعة أميال في الساعة في اتجاه التيار ويستغرق في رحلة العودة اثنان ساعة أوجد معدل سرعة القارب في المياه الساكنة الحل من المثال معدل سرعة القارب في المياه الساكنة مجهولة لدينا وهي المطلوب إيجادة ورمزنا لها بالرمز قف ومعدل سرعة الريح مجهولة كذلك ونرمز لها بالرمز ح نشكل الجدول الآتي السرعة في اتجاه الريح السرعة في هذه الحالة ستكون معدل سرعة القارب في المياه الساكنة زائدا معدل سرعة الريح ورمزنا لسرعة القارب في المياه الساكنة بالرمز قف ورمزنا لمعدل سرعة الريح بالرمز ح إذن سيكون قف زائدا الح والزمن من المثال في ساعة إذن الزمن واحد والمسافة ستكون أربعة أميال لأنه يقطع الزورة أربعة أميال إذن المسافة أربعة لدينا سين ضرب نون الصرعة ضرب الزمن تساوي الفا والمقصود بها المسافة والفا معروف لدينا هو أربعة والزمن معروف لدينا هو الواحد والسرعة قاف زائدا الحى إذن قاف زائدا الحى مضروبة في الواحد تساوي أربعة السرعة عكس التيار ستكون سرعة القارب في المياه الساكنة ناقصا سرعة الريح إذن قاف ناقصا الحى والزمن من المثال يستقرب في رحلة العودة 2 ساعة إذن من الزمن سيكون 2 والمسافة الثابتة لدينا لأن الزورق يقطع 4 أميال إذن 4 السرعة قاف ناقصا الحا مضروبة في نون نون الزمن والزمن 2 تساوي المسافة 4 في هذه الحالة حصلنا على نظام مكوّم معادلتين المعادلة الأولى قاف زايدا الحا مضروبة في الواحد تساوي 4 والمعادلة الثانية قاف ناقصا الحا مضروبة في الاثنان تساوي 4 إذن سنحصل على المعادلة الأولى قاف زايدا الحا تساوي 4 والمعادلة الثانية اثنان قاف ناقصا اثنان حا تساوي 4 الآن حصلنا على نظام كوم معادلتين نريد أن نحلل النظام لإيجاد سرعة القارف في المياه الساكنة نكتب المعادلتين لو لاحظنا المعادلة الأولى معامل القاف هو واحد والمعادلة الثانية معامل القاف اثنان ومعامل الحا في المعادلة الأولى واحد ومعامل الحا في المعادلة الثانية سالب اثنان إذن نضرب المعادلة الأولى في اثنان لنحصل على نفس المعامل اثنان ضرب قاف باثنان قاف اثنان ضرب حا باثنان حا واثنان ضرب أربعة بثمان إذن سيكون المعادلة 2قاف زايدا 2ح تساوي 8 لو لاحظنا معامل الحا في المعادلة الأولى 2 ومعامل الحا في المعادلة الثانية سالب 2 إذن في هذه الحالة نستخدم الجمع عند الجمع 2ح ستذهب مع سالب 2ح سيتبقى في الطرف الأيمن 2قاف زايدا 2قاف بأربع قاف وفي الطرف الأيسر 8 زايدا 4 بإثناش إذن 4قاف تساوي 12 القاف مضروبة في الأربع أكس الضرب هو القسمة إذن بقسمة الطرفين على 4 إذن نحصل على أن قاف تساوي 12 مقسمة على الأربع ب3 إذن القاف تساوي 3 والقاف المقصود بها سرعة القارب في المياه الساكنة وهي المطلوبة إذن معدل سرعة القارب في المياه الساكنة يساوي 3 أميا تقويم سجل أحد لاعبي كرة القدم 12 هدما في الدوري فإذا علمت أن نضعف عدد الأهداف التي سجلها ذهابا تزيد على ثلاثة أمثال أهداف الأياب بأربعة فما عدد الأهداف في كل من الذهاب والأياب الحل في المثال السابق عدد أهداف الذهاب مجهولة وعدد أهداف الأياب مجهولة لدينا وطلب إيجادها ونرمز لعدد أهداف الذهاب بالرمز ها ونرمز لعدد أهداف الأياب بالرمز بأ النظام يتكوم معادلتين المعادلة الأولى من المثال سجل أحد لاعبي كرة القدم 12 هدفا الأهداف التي تسجلها هي أهداف الذهاب زايدا أهداف الأياب إذن ها زايدا البأ تساوي 12 المعادلة الثانية في النظام ضعف عدد الأهداف التي تسجلها ذهبا تزيد على ثلاثة أمدال أهداف الإياب بأربع ورمزنا لهداف الذهب الرمز ها وأهداف الإياب الرمز با إذن إثنان ها ناقصا ثلاثة با تساوي أربع إذن صلنا على النظام الآن نحل النظام لإيجاد عدد أهداف الذهب وأهداف الإياب النظام مقوم معدلتين ها زايدا البا تساوي إثنى عشر وإثنان ها ناقصا ثلاثة با تساوي الأربع لو لاحظنا معاملها في المعادلة الأولى واحد ومعاملها في المعادلة الثانية إثنان ومعامل البا في المعادلة الأولى واحد ومعامل البا في المعادلة الثانية سالب ثلاثة في هذه الحالة نضرب المعادلة الأولى في ثلاثة لنحصل على معكوس معامل البا في المعادلة الثانية نضرب المعادلة الأولى في ثلاثة ه ضرب 3 ب3 ه با ضرب 3 ب3 ب 12 ضرب 3 ب36 سأحصل على 3 ه ساعدا 3 با تساوي 36 نلاحظ معامل البا الآن 3 ومعامل البا في المعدلة الثانية سالب 3 إذا متعاكسين في هذه الحالة نستخدم الجنب 3 با سيذهب مع سالب 3 با طرف الأيمن 3 ه زايدا 2 ه 5 ه 36 في الطرف الأيسر زايدا 4 ب40 إذا 5 ه تساوي 40 ال ه مضربة في الخمسة عكس الضرب هو القسمة إذا أقسم الطرفين على 5 40 مقسومة على 5 بثمان إذا ال ه تساوي الثمن إذا أوجدنا ال ه وال ه المقصود بها عدد أهداف الذهاب وتبقي إيجاد البا نختار أحد المعادلتين من النظام ونختار المعادلة الأولى ه زايدا البا تساوي 12 ونعوض عن ال ه بقيمتها 8 إذا 8 زايد البا تساوي 12 البا مضافا عليها 8 أكسل إضافة طرح 8 من الطرفين سنحصل على أن البا تساوي 12 ناقصا 8 ب4 إذا أوجدنا قيمة ال ه ب8 والبا ب4 والمقصود بالها هي عدد أهداف الذهاب إذا عدد أهداف الذهاب 8 والمقصود بالبا عدد أهداف العياب إذا عدد أهداف العياب 4 أهداف إذا أوجدنا المطلوب في المثال استعمل الحذف لحل النظام إثنان سين ناقصا صات تساوي 4 والمعادلة الأخرى سبعة سين زايدا ثلاثة صات تساوي 27 إذا النظام مكووي من معادلتين إثنان سين ناقصا صات تساوي 4 والسبعة سين زايدا ثلاثة صات تساوي 27 لحل هذا النظام نلاحظ معامل السين في المعادلة الأولى إثنان ومعامل السين في المعادلة الثانية سبعة ومعامل الصات في المعادلة الأولى واحد ومعامل الصات في المعادلة الثانية ثلاثة في هذه الحالة نضرب المعادلة الأولى في ثلاثة ثلاثة ضرب إثنان سين بستة سين ثلاثة ضرب سالب صات بسالب ثلاثة صات ثلاثة ضرب أربعة باثناش إذن سنحصل على أن 6 سين ناقصا 3 الصاد تساوي 12 نلاحظ معامل الصاد في المعادلة أولا أصبح سالب 3 ومعامل الصاد في المعادلة الثانية موجب 3 إذن في هذه الحالة نستخدم الجمع لأن المعاملين متعاكسين عند الجمع ستنحدث بسالب 3 الصاد مع 3 صاد في المعادلة الثانية 6 سين زائد 7 سين ب13 سين 12 زائد 27 ب39 السين مضربة في 13 عكس الضرب هو القسمة إذن بقسمة الطرفين على 13 إذن السين تساوي 39 مقسومة 13 ب3 أوجدنا قيمة السين هي 3 الآن متبقي إيجاد قيمة الصاد ونختار أحد المعادلتين في النظام ونختار المعادلة الثانية 7 سين زائد 3 الصاد تساوي 27 ونعوض بدلا عن السين بقيمتها 3 إذن 7 مضربة في الثلاثة زائد 3 الصاد تساوي 27 7 ضرب 3 ب21 إذن 21 زائد 3 الصاد يساوي 27 بطرح 21 من الطرفين سنحصل على أن 3 الصاد تساوي الستة الصاد مضربة في الثلاثة أقس الضرب هو القسمة إذن نقسم الطرفين على ثلاثة سنحصل على الصاد تساوي 2 في هذه الحالة حل النظام هو 3.2 تقويم استعمل الحذف لحل النظام 9 را زايدا الكاف تساوي 13 في المعادلة الأخرى 3 را زايدا 2 كاف يساوي سالب 4 الحل نكتب المعادلة هتين نلاحظ معامل را في المعادلة الأولى 9 ومعامل را في المعادلة الثانية 3 معامل الكاف في المعادلة الأولى 1 ومعامل الكاف في المعادلة الثانية 2 الآن نضرب المعادلة الأولى في معامل الكاف في المعادلة الثانية 2 إذن سنحصل على 12 را زايدا 2 كاف تساوي 26 الآن نلاحظ أن معامل الكاف في المعادلة الأولى أصبح 2 ومعامل الكاف في المعادلة الثانية 2 لذلك نستخدم الطرح لأنهم متساوين عند الطرح 2 كاف سيدتها من 2 كاف فالطرف الأيمن 18 را ناقصا 3 را بـ 15 را والـ 26 ناقصا سالب 4 السالب السالب يتحول إلى موجب إذن سنحصل على 15 را يساوي 30 الراء مضروبة في 15 أكس الضرب هو القسمة واسمة الطرفين على 15 ستكون قيمة را تساوي 2 إذن أوجدنا قيمة را وتبقي إيجاد قيمة الكاف نختار أحد المعادلين ونختار المعادلة الأولى في النظام 9 را زايدا الكاف يساوي 13 ونعوض بدل العامل را بقيمتها 2 إذن 9 ضرب 2 زايدا الكاف يساوي 13 9 ضرب 2 بـ 18 إذن 18 زايدا الكاف يساوي 13 الكاف مضاف عليها 18 إذن بطرح 18 من الطرفين سيكون قيمة الكاف تساوي سالب 5 لأن حل النظام في هذه الحالة هو 2.5 مثال استعمل الحذف لحل النظام 4 السين زايدا 2 صاد يساوي سالب 14 المعادلة الأخرى 5 السين زايدا 3 صاد تساوي سالب 17 الحل النظام مكوين معادلتين لو لاحظنا معامل السين في المعادلة الأولى هو 4 ومعامل السين في المعادلة الثانية 5 معامل السين في المعادلة الثانية 2 ومعامل السين في المعادلة الثانية 3 إذن ليس متساويين معاملات وليست متعاكسة في هذه الحالة نضرب المعادلة الأولى في معامل الصاد في المعادلة الثانية ونضرب المعادلة الثانية في معامل الصاد في المعادلة الأولى إذن بضرب المعادلة الأولى في ثلاثة والمعادلة الثانية في إثناء سنحصل على المعادلتين 12 سين زايدا 6 الصاد تساوي سالب 42 و10 سين زايدا 6 الصاد تساوي سالب 34 الآن نلاحظ أن معامل الصاد في المعادلة الأولى والمعادلة الثانية متساوية لذلك نستخدم الطرح عند الطرح 6 الصاد ستذهب مع 6 الصاد 12 سين ناقص 10 سين في الطرف الأيمن وفي الطرف الأيسر سالب 42 ناقص سالب 34 إذا سنحصل على أن 2 سين تساوي سالب 8 السي مضروبة في 2 أكس الضرب هو القسمة بقسمة الطرفين على 2 ستكون قيمة السين تساوي سالب 4 الآن متبقي إيجاد قيمة الصاد نختار أحد المعادلتين ونعوض عن السين بسالب 4 ونختار المعادلة الأولى 4 السين زايدا 2 سات تساوي سالب 14 ونعوض عن السين بقيمتها سالب 4 إذن 4 مضروبة في سالب 4 زايدا 2 سات تساوي سالب 14 4 ضرب سالب 4 بسالب 16 إذن سالب 16 زايدا 2 سات تساوي سالب 14 بنقل سالب 16 للطرف الأيسر لشارة السالب ستتحول إلى موجب سنحصل على أن 2 صاد تساوي 2 الصاد مضربة في 2 أكس الضرب هو القسمة بقسمة الطرفين على 2 سنحصل على أن الصاد تساوي 1 حل النظام في هذه الحالة هو سالب 4.1 تقويم استعمل الحادث لحل النظام سالب 4 سين زائد 2 صاد يساوي 0 والمعادل الأخرى 10 سين زائد 3 صاد يساوي 8 إذن نظام مكويم معادته نلاحظ معامل السين في المعادلة الأولى سالب 4 ومعامل السين في المعادلة الثانية هو 10 معامل السين في المعادلة الأولى 2 ومعامل السين في المعادلة الثانية 3 إذن معامل المتغير ليست متساويين أو متعاكسين سالب 4 والعشر هل نستطيع أن يصالح إلى عدد معين؟ نعم بضرب سالب 4 في 5 سنحصل على سالب 20 وبضرب العشرة في اثنان سنحصل على عشرين إذن بضرب المعادلة الأولى في خمسة والمعادلة الثانية في اثنان سنحصل على المعادلتين سالب عشرين سين زائد عشر صاد يساوي صفر والمعادلة الأخرى عشرين سين زائد ستة صاد يساوي ستة عشر نلاحظ معامل السين في المعادلة الأولى سالب عشرين ومعامل السين في المعادلة الثانية عشرين إذن المعاملين متعاكسين في هذه الحالة نستخدم الجم عند الجم سالب عشرين سين ستذهب مع عشرين سين يتبقى في الطرف الأيمن 10 الصاد زايدا 6 الصاد وفي الطرف الأيشر صفر زايدا 16 إذن 16 صاد تساوي 16 نلاحظ أن الصاد مضربة في 16 إذن نقسم الطرفين على 16 إذن الصاد تساوي 1 أوجدنا قيمة الصاد متبقي إيجاد قيمة السين نختار أحد المعادلتين لإيجاد قيمة السين ولنختار المعادلة الثانية 10 الصاد زايدا 3 صاد يساوي 8 ونعوض عن الصاد بقيمتها 1 إذن ستكون 10 الصاد زايدا 3 مضربة في الواحد تساوي 8 3 ضرب 1 بـ 3 إذن 10 الصاد زايدا 3 تساوي 8 10 الصاد مضافا عليها 3 أكس الإضافة بطرح 3 من الطرفين سنحصل على أن 10 الصاد تساوي 5 الصاد مضربة في الـ 10 أكس الضرب هو القسمة بقسمة الطرفين على 10 ستكون الصاد تساوي 5 مقتومة على 10 بـ 0.5 في هذه الحالة حل النظام في السينات 0.5 وفي الصادات 1 تعلم اليوم حل أمثلة من واقع الحياة باستخدام نظام معادلتين خطيتين بالحث باستعمال الضرب في الختام أعزائي الطلاب والطالبات أتمنى أن نكون قدمنا درسا مفيدا لكم وأثرين العملية التعليمية لديكم ولا نقول ودعا ولكن نقول إلى لقاء قريب بإذن الله تان